بيتها يقلنا في التداول ان عندنا كافة السيطرة والتحكم على بعض الامور زي امر ادارة المخاطرة وبنتكلم على ادارة المخاطرة كتير وهتسمع المتداول الناجح هو اللي بيعرف يدير مخاطرة المتداول الناجح بلا كلام ده كله خلي بالك ان اه ادارة المخاطرة بتفتكيرها سهولتها زي سهولة ولكن في ايام في ايام هيكون صعب الموضوع جدا وغير واقعي لان احنا بشر وبالتالي موضوع المخاطرة هو اه لازم ولا بد منه ولكن هيبقى في حالات وحتخرج برك قعدة وهتأزيك في بعض الايام شئت ام قبيت سواء عندك خبرة او ما عندكش المخاطرة هتخرج عن ايدك في بعض الايام وده ياخدنا للنقطة اللي بعدها هو ايه اللي المفروض احنا نعمله عشان ده ما يحصلش خلي بالك ان شركات الهيتش فاند والبنوك اه الهيئات اللي بتدير اموال المتداولين اللي بيديروا اموال كلهم عندهم سيستم احتياطي لحين حدوث هذا الامر اللي هو خروج الامر عن السيطرة او انك اه العاطفة في ايام معينة بالتاك اوغر خلي بالك ان اي هيئة بيدير اموال عندهم ادارة كاملة تدير مخاطر ادارة كاملة مسؤولة عن متابعة المخاطرة على المتداولين اللي بيداولوا اموال الشركة وبالتالي لما الشركات تكون عاملة ادارة كاملة انها تدير المخاطرة وتتأكد ان المتداولين المحترفين ملتزمين بالمخاطرة ده يقولك ان انت كمتداول كفرد لسه بتبتدي لوحدك في البيت مش اقوى من الهيئات دي وبالتالي انت كمتداول محتاج هيئة او طرف تالت يساعدك في العملية دي بعض الايام او معظم الايام انت هتدير المخاطرة ولكن محتاج انت محتاج كيان طرف تالت يساعدك انك تنفز المهمة دي سواء شئة ام ابيت ان العاطفة لما لازم الطرف تالت يدخل وبالتالي لازم تستعد الحل للموضوع انك تستعد دايما بانك دايما تكون مع بروكر بيسمح لك او تعمل خطة مبدئية يعني ايه يعني البروكر ده هيصفي لك كل الصفقات ويوقف التداول على اليوم ازا وصلت لنسبة مخاطرة معينة على الحساب بتاعك بحيث انك لو عايز تحرق زيادة في الحساب مش يسمح لك البروكر. وبالتالي دي اول حاجة دور على بروكر يسمح لك ويسمح لك ان هو يحمي الحساب بتاعك في الايام اللي بتخرج برة ايدك. الامر التاني انك دايما اه يكون عندك اه زي صاحب او صديق دايما في مستواك بتشارك مع خطة التداول بتاعتك بتساعدك دايما اه انك تحط المخاطرة الصح وانك تلتزم بالمخاطرة انك بتشجعه بعض. فمش مجرد صديق صديق في نفس مستواك وعنده نفس اهدافك. هيساعدك جدا في ادارة مخاطر سليمة وان مشاكل ادارة المخاطرة عندنا ما تتكررش. وحاجة اخيرة انك دايما دايما استعد بانك ما تحطش في حساب التداول ما يسمح لك انك تتداول وتخاطر بقى اكتر من اللي انت بخطط له. يعني واحد خطته في التداول اه او ادارة المخاطرة انه هيخاطر على سبيل المسال خمسين دولار في اليوم. شخص مبتدأ عايز يخاطر خمسين دولار في اليوم. انت مش محتاج حساب مئة الف دولار عشان تخاطر بخمسين دولار في اليوم. حساب بمئة الف دولار اه ده زي كده اه بتأكيد ان انت عادي وعادي خالف سياسة المخاطرة دي. ليه? لان الحساب بيسمح لك انك تخاطر بزيادة. وبالتالي اه حجم الحساب لازم دايما يكون معقول مقارنة بالمخاطرة اللي انت بتاخدها على اليوم. لا يكون رأس المال اقل من المطلوب او يكون رأس المال اعلى. انا اش بتكلم انت متخاطر بخمسين يا بالحساب في خمسين. لا. العملية بتتحسب كده تماما. وانا عامل فيديو ازاي تحسب رأس المال المناسب. هسيب لكم اه رابط فوق الفيديو. اه فارجع له لو انت عايز تحدد رأس المال المناسب للتدوى اللي انت تعمله. متزب بالتالت امور دول. وان شاء الله مش هتخالف المخاطرة بتاعتك في الايام الصعبة في التدوى. نشوف كم المحتوى القادمة.